السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ نرد معنا فيديو جديد عن متى يظهر الحمل في اختبار الدم وفي الاختبار المنزلي ولكي تحطي هذه الاختبارات نتيجة صحيحة من الضروري إجراء هذه الاختبارات عقب انغراس البوايدة الملقحة في جذر الرحم وتضفق كمية كافية من هرمون الحمل في مجرى الدم فبعد التبويض والتلقيح تحتاج البوايدة الملقحة ما بين 4 إلى 5 أيام لتكتاز قناة فلب نزولا باتجاه الرحم حيث يفترض بها الانغراس وعقب الانغراس الذي يحدث في غضون 9 أيام من التبويض لابد من الانتظار لمدة أسبوع لإجراء فحص الحمل المنزلي بكلام آخر يمكن الحصول على نتيجة إيجابية من اختبار الحمل المنزلي في خلال 13 إلى 14 يوم من التبويض والاخصاب أو في موعد الدورة الشهرية المرتقب علما بأن معدل الوقت الذي يحتاجه الحمل للظهور في اختبارات الحمل يختلف بين امرأة لأخرى وهذا يرتبط بعدة عوامل فبشكل عام يمكن إجراء اختبار الحمل المنزلي من بداية الموعد المرتقب للدورة الشهرية ويفضل الانتظار لمدة أسبوع بعد فوات موعد الدورة الشهرية أما بالنسبة لاختبار الدم فمن الممكن إجراء تحليل الدم لمعرفة الحمل قبل موعد الدورة الشهرية بعدة أياه في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم يلي تدعونوا لك وكومنتو وشارف الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ